فرق بين تأخر الإنجاب والعقم تأخر الإنجاب يعني أنا سليمة وزوجي سليم أو عندنا حاجة معينة تقدر تعطى للحمد لكن أنا قادر أجيب طفل والزوج نفسي الحكاية لكن العقم يعني استحالة أنا قادر أجيب طفل أو استحالة الإنجاب ده اسم عقم إيه إمتى بنقول إن ده عقم؟ يعني إمتى بنقول إن ده استحالة؟ بصي يعني ده بقى إكسفراشا يعني قوي شوية بالزبط ومش بتحبن عشان كده حب أسألك فيه لأن دايما الناس بتقولك إيه ده ربنا إذا أراد شايا بيقول كن فيكون وربنا قادر على كل شيء بس ربنا بيسبب الأسباب ونعمة بالله فيه أوقات بيبقى فعلا زي أي ابتلاق في الدنيا زي أي مرض فيه حاجات معينة تشخيطيا علميا بيقال عندها أن ده مستحيل يخلف ولا برغم إن الأطباء بتقول مستحيل إلا أن موارده ممكن يخلف هو ده اللي أنا عايزة أفهم لأ بسي هقولك إحنا من تحاليل وكتير بتحصل تعب بتيجي التحاليل قصادي ببقى شايفة لأ دي مش هحصل حمل ليه بقى بيب عندها إيه؟ مخزون المبيض قليل جدا الرقم القصادي ارتفاع لنسبة الهرمونات لأ مش نافع أشيعة سواء أو حتى منظور ببقى شايفة بعيني الأنابيب مزدودة وبرده بيحصل حمل سبحان الله عدد حيوانات موية قليل جدا حركة قليلة جدا وبرده بيحصل حمل سبحان الله فكلمة حقم دي كلمة كبيرة وأنا بدايق جدا ما تلاقي السيدة يعني بنوصة صغيرة دخلت ويقولي أن أنا عندي حقم يعني أنا مش هخلف لأ فيه فرق أن الحملة عندي تأخر وفيه فرق أن أنا لأ مش هخلف خمس أو عندي مرض معين حيتعالج عندي مشكلة حاجة معطلة حاجة مؤخرة كل ده عادي بسي أنا مش بسميه مرض قد ما أقدر أقدر أسميه أكتر اتراف الهرمونات أو مشكلة صغيرة موقفة أو معطلة ما عليك يا دكتور إحنا بدقين بداية مريحيني أنا شخصيا لأن أنا حتى نفسي مكان كل واحدة شايفانها دلوقتي نفسها تخلف ومتأخرة لأعدد سنتين لأعدد ثلاثة لأعدد يمكن أكتر فممكن تبقى أعدد دلوقتي الباب يدق أول ما أنا سألت السؤال دوت فأنا مبسوطة أنك أردك كده هوت عشان نقول لها دل ما فيش حاجة اسمها كده وإن شاء الله كله بأمر الله بيكون وأي تأخر بنسعالجه بنصلحه وبتقلص القصة يعني الموضوع بقى فيه تطور كتير ما بقاش زي زمان